كل اللي يكلها عندي يسألني انت عاملها ازاي بنص مفروم بس هتضعفي الكمية وهتعملي عليها عزومة هتكفي كده معاكي 8 افراد واكتر انا من جمالها عندي استعداد عاملها كل يوم احلى بقى من الهامبورجر والبوفتيك هتكليها مع ماكرون او عيش خطيرة هيسألوك انت عاملها ازاي قبل من ابتدي شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو لو عجبك مع اصحابك يلا نسامي بالله نصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والمكون بقى اللي هيضعف معايا الكمية وهيعمل لي صنية كبيرة كده هو الفريق بصي انك تدخلي فريق او برغل او حمص او اي نوع بقليات في الدنيا كده مع اللحوم هيبقى مفيد جدا جدا لولادك يعني احنا بنضعف الكمية وكمان بنفيدهم في نفس الوقت جبت كده حوالي كباية لربع من الفريق يعني يا دوب كباية لربع هيبقى مناسب جدا على نص كيلو مفهوم وهنقعه في مية مغلية كده لمدة نص ساعة لغاية ما يبوش ضروري تنقع الفريق في المية المغلية عشان يدخل معاك كده في تسوية لان الكفتة طبعا ما بتاخدش وقت كبير في الفرن فضروري الفريق كده يتنيع كويس عشان الحباية تبقى دخلة على سوى على طول الفريق طبعا بعد ما نقعته نص ساعة صفيته كويس جدا حطيته على اللحمة المفرومة نزلت بشوية من البقدونس او الكزبرة الخضرة بس انا بحب البقدونس اكتر معايا بصلة مبشورة طبعا بدون مية ومعايا معلقة كبيرة من التوم المهروس بالنسبة بقى للتوابل الكفتة بتاعتك خاصة انها فريق سواء فريق او برغل لازم تطعميها كويس بتحتاج بهارات كويسة حطيت فلفل اسود بابريكا نص معلقة كامون والمهم بقى هو بهارات الكفتة او بهارات الهامبورجر يا تحطي بهارات كفتة يا بهارات هامبورجر انا حطيت بهارات هامبورجر وعليهم معلقة كبيرة من بهارات اللحمة مع معلقتين كبار من النشا النشا ضروري جدا طبعا في الكفتة يمتص اي سوائل واكيد طبعا اي كفتة بنعملها محتاجة نص معلقة صغيرة من الكربوناتا او البيكنج بودر واضفت في الاخر بيضة البيضة هتخلي اللحمة كده مش مكتومة وهشة معاكي وهتبقى خفيفة في الاكل ابتديت كمان اضبط الملح حطيت حوالي كده معلقة كبيرة من الملح وابتديت اعجن الكفتة دي وقد ايه ريحتها وطعمها كانوا في منتهى الجمال يا جماعة وادام قولنا كفتة يبقى لازم نسمغها عشان حتى اما نيجي نفردها قرص من الشرط طبعا تصبعيها او حتى لو انت عايزها تصبعيها لازم تسمغيها كويس عشان ما تلاقيش الفريق كده طالع وسايب اللحمة المفرومة لا لازم يطحن كويس لو انت مثلا الكبت بتاعتك ضعيفة تقدري في المطحنة بتاعت الخلاط تفرومي الفريق شوية قبل ما تحطيه على اللحمة المفرومة بحيث يبقى سهل انه هو يندمج مع اللحمة المفرومة بصي انا عايزها نسيج واحد بالشكل ده عشان الكفتة عندي تبقى متماسكة يلا بقى هنجيب صنية الفرن اللي هندخل الكفتة فيها هديها كده معلقة صغيرة من السمنة تطعمها طبعا وعشان الكفتة بتاعتي ما تتلسعش من تحت تقدري بقى تحطي شرايح بصل شرايح بطاطس اللي انت عايزها عايزها تكوريها كده وسط البطاطس والخضار براحتك عايزها تفريديها قرص تعمليها صوابع هي عجينة كفتة بقى ويشكليها بالطريقة اللي تعجبك النهاردة بقى هعملها تشيز كفتة كفتة بالجبنة وندلع العيال شوية كده انتوا عارفين طبعا معظم الاولاد بيحبوا الاكلات اللي ميلة بقى على هامبورجر كفتة بوفتيج كده بيحبوا الحاجات دي جدا فمن انت طعاميها ببهارات كفتة او بهارات هامبورجر يعني انت كده بتحبيبيهم في الاكل و بتديهم طعم جديد ده زائد ان انت فتهم باضافة الفريق انت لو قلت لطفل صغير كل طبق فريق هيرفض تماما لكن لو دخلتيه في كفتة انت كده فعلا فت وديتي له حاجة مفيدة مع طعم جميل بصي بقى انا بحاول اساوي الاطراف على قد ما اقتر ليه لان الاطراف دي لو دخلت كده الفرن وهي مش متساوية هتتحروق من الاطراف اللي طالعة دي فانا كان عندي فرمة كده ساوتها عشان الاطراف عايزها تبقى دخينة او بغاطة حالة كده تقدري ان انت تساويها بصي كمان انا بحب رققها خلي بالك الكفتة بتكش جدا لما بتخش الفرن رغم ان احنا حطين نشأ لازم نسبة من الكششان لان طبعا جواها دهون فعلى قد ما تقدري رققيها وهي هتلاقيها تخنت لوحدة وهتشوفي ازاي يلا بقى كده معلقة سامنة فوق الوش عشان تتحمر من فوق زي من تحت بالزبط هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة انا بشغل الفرن من تحت بس وبحطه على الشبكة في النص لو انت فرنك مثلا واطي من تحت شغالي فوق وتحت مع بعض ويلا بقى اندخلها الفرن وكده بعد ما طلعت طبعا الكفتة ما بتاخدش وقت كتير لو طولت عليها هتلاقيها نشفت وتلاسعت من تحت فانت ما تطوليش المدة خالص يدوب كده قد 20 دقيقة وتطلعيها بعمل ايه بقى جبت جبنة موزاريلا ومش شرط طبعا جبنة موزاريلا دي في اي نوع جبنة انت عايزاك كمان بتبقى تحفة تحفة مع الجبنة الشيدر طيب انا الجبنة الموزاريلا ما لها سايحة كده ليه انا كان عندي الجبنة الموزاريلا طبعا محطوطة في الفريزر بعمل لها تسيح في المايكروويف ديفروست في المايكروويف بلاقيها ساحة معايا كده وبتديني نتيجة احسن لما بحطها مبشورة متلجة يعني لو عندك مايكروويف اعمل القطعة الجبنة اللي هتحطيها ديفروست كده لمدة دقيقتين مفيش مايكروويف عادي جدا حط الجبنة المبشورة زي ما هي ومش شرط خطوة التسيح دي خالص بس هي بتساعد الجبنة انها تمت اكتر وتبقى سايحة زي ما انت شايفة كده من قبل ما دخلها الفرن والله هيسألني دايما السؤال المتكرر ايه نوع الجبنة المتزاريلا يا موريانة الكويس بصي انت طبعا بالتجربة بتاعتك هتعرفي ايه الانواع الكويسة بس انا الصراحة بشوف شركة الحمد بتعمل جبنة كويسة شركة بونو بتعمل جبنة كويسة فاختاري نوع الجبنة وبتجربتك الشخصية ليه هتعرفي ايه هي النوع الكويس بالنسبالك طبعا دخلتها الفرن يا دوب شغلت بس الشواية اخدت اللون الاحمر الجميل دا انت عارفة الجبنة المتزاريلا ما تطوليش عليها التسوية خالص اول بس ما تاخد اللون المحمر كده طلعيها وبالفة هنوشفة بصي الشواية بتدي لون احمر من فوق وما تزال الجبنة من تحت سايحة بالجميل دا تحفة والريحة خطيرة مع بقى عيش مخلل شوية رز بس ماتي كده كانوا فائدين من مبارح مع طاصة بطاطس يعني بجد اكلة جميلة مكارونة حمراء ريف عيش بالفة هنوشفة طبعا طعم بوهرات الهامبورجر لذيذ جدا مع الفريق حاجة تحفة عشاء الكفتة بقى ان شاء الله هيعجبهم كفتة الجبنة دي خطيرة يا جماعة وان شاء الله تجربوها وتعجب واللي حابب يشوف كفتة الفريق الفلاحي اللي عملناها قبل كده سواء بفريق الدورة او بفريق الامح هسيب له اللينك بإذن الله في صندوق الوصف او في اول تعليق مسبت في الفيسبوك للي حابب يجرب الاكلات التحفة دي ام ريانة تستهل منكو اجمل لايك حبايب قلبي بإذن الله نعمل اجمل الوصفات واجمل الاكلات ومستنية رأيك في التعليقات هتجربي كفتة الفريق ولا لأ بحبكم في الله حبايب قلبي بتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات كمان ما تنسيش لايك ومتابعة لصفحة الفيسبوك عشان يوصلك كل جديد بنزلوه بحبكم في الله تعليقاتكو الإيجابية بتشجعني كتير كان معاكي شيماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته